نتحدث عن مشروع مهم جدا مؤخرا قامت به وأطلقته دائرة علم الحاسوب جامعة بيرزيكت هو محرك بحث معجمي يتيح للباحث استرجاع ترجمة ومترادفات ومعاني كلمة معينة من 150 معجما عربيا ومتعدد اللغات هذا المشروع المعروف باسم أنتولوجي نتحدث اليوم عن هذه المبادرة عن هذا الإنجاز مع الدكتور مصطفى جرار أستاذ علم الحاسوب وصاحب الفكرة والباحث الرئيسي رح يوضح لنا أكثر الفائدة والمقصود بأنتولوجي سعد صباحك يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين يعني شكرا كثير لدعوذكم الكريمة وإن شاء الله نحاول نوصل الصورة للمستمعين أهلا وسهلا فيك نورتنا أيضا من داخل الستوديو اليوم إجازة بالجامعة فشكرا لوجودك معنا طيب يعني خلينا نوضح هيك نبسط للمستمعين ماذا نقصد بأنتولوجي بداية يعني اللي هو أطلق على هذا الاسم الذي أطلق على المشروع وفي الحقيقة هم مشروعين مختلفين في عنا محرك البحث المعجمي هذا مشروع والأنتولوجيا العربية نسميها يعني هذه مشروع آخر الأنتولوجي هي جزء من محرك البحث بالرغم من إنها يعني مشروع موازي لمحرك البحث ومشروع منفصل إحنا الآن ما عنا اسم لمحرك البحث فيعني درج إنه يعني تسمى الأنتولوجي العربية ولكن محرك البحث أول شيء هو تمت حوسبت ورقمنت 150 معجم عربي ومتعدد اللغات كمنا بتبعط غالبيتها وأخذ إذن من أصحاب المعاجم يعني مراسلتهم جميعا وأخذ إذن والحوسة بها تمت بكمنا بعادة تشكيل بنيوية للمدخلات المعاجم بحيث إنه نفصل بين المدخل المعجمي ومثلا الصيغ والتصريفات والاشتكاقات لكل كلمة بالإضافة إلى تعريفها ومعانيها وبعض المعاجم كمان فيها يعني الترجمة للغات أخرى الآن المعجم يعني يتيح استرجاع ترجمة وبالتالي هو بديل عن مثلا جوجل ترانزليت وجميع المترجمات الآلية أهم شيء بدي أشرله لمستمعينكم الكرام إنه الترجمة الآلية المستخدمة وغالبية طلابنا تحديدا بيستخد مترجم مثلا جوجل هو أكثر شيء شائع طبعا هذا مترجم إحصائي يعني مبني على الإحصاء يعني ما في داخله معاجم وبالتالي مستحيل يكون دقيق أو قريب للصحة تقريبا يعني في الأشياء العامة جدا جدا ممكن يعني حدا بكل يعني محمد الأخضر بيسميه محمد جرين سعيد في كتير من القطص اللي بتندروا فيها أيضا على كيف جوجل بترجم والمكلوفي أبسايد داون يعني هذا من سبيل الفكاهة ويعني بترجم إحصائي يعني هو بيتمد على الإحصائيات الآن إذن جديد الذي يقدم هذا الهدف؟ نعم هو جديد يعني هو بمعنى أننا إحنا يعني أحضرنا المعاجم أهم المعاجم العربية ومنحكي على عدد ضخم جدا يعني منقول 150 كل معجم يعني كمان يعني بيكون حجمه كبير أو غالبيتهم حجم كبير وكم تبعاتهم كلهم وإدخالهم بطريقة يستطيع الحاسوب فهمها وبالتالي الآن نحن منشكل بديل البديل هذا للمترجمات الألية طبعا إحنا ما منترجم جمل كلمات مترادفات 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 نعم وبالتالي أهمية العمل أنه استخدام الترجمات الصحيحة والدقيقة يعني نأمل أنها تشيع مفاهيم صحيحة بدلا من الترجمات الخاطئة التي تشيع مفاهيم خاطئة سعي وإحنا منواجه مشكلة حقيقة يعني فيما يتعلق بموضوع الترجمات يعني عندنا لغة غنية بكثير من المترادفات للأسف كثير حتى من المترجمين أنفسهم ما بيقدر يوصلوا لهذه الكلمات الآن فيما يتعلق بهذا المحرك وهذا الجغل هل كان هناك أي تجارب سابقة على الإنترنت موجود شيء مشابه لهذا المحرك؟ لا هو الأول عالميا بمعنى أنه يعني ما فيه للغة الإنجليزية ولا الفرنسية حد علمنا أي يعني ما تم رقمنة وجمع معاجم في محرك بحث واحد فأحنا فخورين أن نكون أول ناس دعم وإحنا فخورين حقيقة وهذا شيء مش بعيد ولا جديد عن جامعة بيرزات دكتور إذن يعني إذا ما تحدث عن هذا الجهد وهذا الكم يعني نحكي عن 150 معجم نحكي عن تقنيات يعني نستعين بأكثر من خبرة موضوع الحوسبة والبرمجة إلى جانب يمكن متخصصين باللغة العربية كمان لحتى يحكوا مين أفضل المعاجم العربية كل هذا الجهد كيف كانت المراحل مراحل الإعداد حتى للوصول للنتيجة نحكي عن سنوات صحيح؟ ثمان سنوات تقريبا يعني أول شيء بشكرك على هذا السؤال لأنه يعني إجابتي تأتيه من وجع يعني وجع ثمان سنوات ثمان سنوات عمر عمر واحف حقيقة عمر هو في البداية أول شيء جربنا فيه إن نستخدم شيء يسمى OCR اللي هم يعني يحول الصورة إلى نص لأنه إحنا عندنا المعاجم مثلا على شكل صورة سكان يعني نسميها وهذه ما نجحت فبذلنا يعني أشهر عديدي نحاول وما نجحت وبعدين جربنا شيء آخر بنعرف إنه طلاب جمعة بيرزيت لازم يبذلوا 120 ساعة عمل تعاون قبل ما يتخرجوا وبنعرف إنه يمكن يبذلوا 500 قبل 150 فحاولنا إنه طلاب يشاركونا في الطبع وعطينا الصفحة لثلاث طلاب يطبعوها وبالتالي من قارنهم يعني آليا وحاولنا بذلنا يمكن سنة وإحنا كمان نحاول وهذه التجربة كانت مش ناجح حال إنه كان فيه كمية الأخطاء برضو كبيرة وعلمتنا هذه التجربة شغلية علمتنا إنه في بعض الطلاب ذكيكين ذكيكين يعني نادر ما تلك خطأ حتى في التشكيل وراهم فكمنا بيعني توظيفهم أو دفع يعني مقابل ساعات عمل طلابي واستمرنا وتم طبعا مراجعة المعجم عدة مرات إنه في التشكيل وفي كل تفاصيل حتى في النقطة كنا نكون دقيقين هذا قبل إدخاله وبعدين الأهم إنه لما نطبعه المعجم لازم يتحول لشكل يعني عشان نبسط على شكل جداول اللي فيه فصل بين المثلا كتب ويكتب وكاتب مفصولات عن بعض وبعدين فيه علاقة بين كتب وكاتب إنه هذه اسم فاعل وكمان المعاني لازم نفصلها فكانت عملية كثير صعبة مجهدة مجهدة لأنه تفاصيلها ونحكي عن معاجم ممنوع الخطأ يعني كمان المعاجم ممنوع أن نحكي بنسبة مثلا حوسبناهم بنسبة 95% صح لا ما بيصير فلازم تكون يعني أقصى ما يمكن من الدقة وهذا مهم إنه عم يطلع كمان من قسم علم الحاسوب اللي هو يعني عمليا بيشتغل بالأرقام بيشتغل بالأشياء البرمجية ملوش علاقة بتفاصيل اللغة والمرادفات والحركات اللي لازم تكون موجودة لكن قديش مهم إنه هذا الاطلاع يكون عندكم يعني حتى يطلع هذا الشيء يعني إحنا فخورين كمان إنه يكون طالب من علم الحاسوب لأنه هو بالحقيقة علم الحاسوب هو علم عابر للعلوم الأخرى ما في علم حاسوب مبرمج بيقعد ببرمج بدون ما يفهم المجال اللي بيشتغل فيه وبصراحة هو كمان يعني إحنا متخصصين كمان في اللغة وفي المنطق وهذا القضائف فبالتالي هي كمان مش بعيدة عنها يعني أبسط الأشياء على الآخر إذا على الآيفون أنت بتحكي مع سيري يعني هذا كمية يعني آلاف آلاف الباحثين اللي اشتغلوا لغويا حتى يحاولوا الصوت واللهجة إلى نص وبالتالي النص بتم فهمه وفهمه كمان نروح ندور ونجيب المعلومات وكل هذه الحاجات يعني هي يعني اللغة التعامل مع اللغة لم يعني الآن بطل حكر على اللغويين يعني وهذا طبعا هون وهذا نحن نحكي في علم يعني متداخل في حياتنا اليومية اللي هو التكنولوجيا المتطورة اللي كمان صارت جزء من حياتنا وبالتالي صارت كل هاي العلوم مرتبطة فيها كل هذا العلوم مرتبطة فيها علوم اللغة من أهم الأشياء المرتبطة في حياتنا اليومية بس إحنا يمكن ما من لاحظ يعني إحنا الآن منطبق على الكمبيوتر منبحث على الكمبيوتر كل تعاملنا مع الكمبيوتر لغة وكل هذه مذككات إملائية لازم تكون صح عشان هيك لازم يكون عندنا احترام للغة دائما يعني خاصة اللغة العربية عشان هيك لازم يكون في عنا إتقان لهذه اللغة لأنه كمان لغتنا الأم وعشان هيك كمان في كتير من الإشادات كانت لهذا البرنامج أو هذا المحرك يعني حتى من العمم المتحدة دكتورة نيبال إدلبي حكت عن أهمية هذا المشروع والإضافة اللي بيقدمها على المحتوى العربي النوعي والمحاوسب على الإنترنت للأسف دائما لما منقول البحث على الإنترنت باللغة العربية مش زي باللغة الإنجليزية لأنه المحتوى الإنجليزي كتير واسع وكتير منوع وكتير مفصل أكتر من اللغة العربية لكن إحنا عم نعمل إشي تاريخي هون في هذا الحد نعم صحيح هو بالحقيقة يعني اللغة العربية بالمناسبة أول لغة صلحة معجم يعني أول معجم بتاريخ اللغات أول لغة صلحة معجم وصناعة المصطلح عند العرب يعني هي هذه يعني شيء ضخم جدا للأسف يعني إحنا الآن مجتمع مستهلك للمعرفة ومستهلك للتكنولوجيا فما فيه اهتمام بالرغم من آلاف المعاجم العربية إلا أنه ما تم حوسبتها السبب ضعف اللغة العربية على الكمبيوتر هو عدم حوسبة مصادر لغوية بكل بساطة فالمبرمج إذا بده أو الشركات البرمجية لما بدها تتحسن أداء برمجياتها بتدور على محتوى ومصادر لغوية ومعاجم ما بتلك كله مش محوسب كله ورق هذه نقطة النقطة الثانية أنا بدي أشير لنقطة وبدي أدعو كل واحد بتخصص لغة عربية أنه ما يعتقد أن هاللغة العربية شعر ونثر بكفي اللغة العربية صناعة صناعة إندستري إندستري يعني وفي لهم مجال يعني الآن إحنا منعرف إنه يمكن مجالات العمل إنه أستاذ مدرسة مش صحيح هذه الآن بدعوا جميع المتخصصين في اللغات العربية واللغات الأخرى إنه يعتقد أنه الآن ينتبهوا لصناعة اللغوية اللي هي الآن من أهم صناعات تكنولوجيا المعلومات يعني نعم للأسواب انتهى وقتنا الحديث معك لا يومال أبدا دكتور ويعني كلنا هيك طاقة بهذا وسعداء يعني بهذا هذا الإنجاز اللي منفخر فيه ومنفخر بهذا الجهد ومن ثمنه عاليا بعشو إذا تحب تضيف أي شيء في الختام يعني في أقل من نصف دقيقة يعني شكرا أول شيء أحب أقول شكرا لكم والاهتمامكم هذا يعني يسعدنا إحنا الباحثين في فلسطين تحديدا وسائل الإعلام عادة ما بتهتم في الأبحاث العلمية وهذا بالنسبة لأن يعني بصراحة يعني يشجعكم يعني يشجع زملائي الآخرين يعني كمان في ناس كتير بيشتغلوا في المواضيع هذه ويعني شكرا لدعمكم أكيد أكيد هذا واجبنا وهذا جزء من الشراكة كمان والمسؤولية علينا بس دي أذكر كمان المستمعين أنه بإمكانهم يفوتوا على anthology.beerz.edu كمان عشان يقدروا يعني يشوفوا هذا الموقع المحرك يقدروا يدخلوا أي كلمة ويحصلوا على المرادف تبعها أو المترادفات وكمان يعني يفهموا أكتر إذا بدهم عن هذا الموقع كل الشكر لوجودك معنا يسعد نهارك وأكيد الشكر على كل الناس اللي اشتغلوا على هذا الموقع وتحية لجامعة بيرزيت شكرا لك